نجحت المساعي في إرساء وقف للنار بين التيارين الأزرق والبرتقالي وفي المفيد إن جلسة مجلس الوزراء الخميس ستكون الفيصل فمنها سيخرج نوع من التفاهم حول آليات العمل التي ستطبق مستقبلا عند أي طارئ يهز التضامن الحكومي مجددا قلق الوسطى له ما يبرره فالبيت الحكومي من زجاج والتراشق بحجارة الفساد وصخور أزمة النزوح السوري وصفة جاهزة ويسهل استحضارها للتفجير بعد انتهاء مفاعيل إبرة التضامن ولم الشمل التي حقن بها أطراف الدولة اللبنانية استعدادا لزيارة رأس الدبلوماسية الأمريكية لبنان لا يرحم شعبه وهو ليس بخير من رأس الهرم إلى القاعدة الشعبية المسحوقة والبلد لم يتعافى لا من الحرب ولا من نتائج مواسم الفراغ المتلاحقة حكومة الشيخ شاخ عمرها وهي لم تكن تطفئ شمعة الخمسين يوما بعد الثقاء فالشريك المشاكس أكل من رصيد فترة السماح المتعارف عليها ولم يشبع أما الشريك المضارب فيقف متفرجا على ضفة النهر منتظرا أن تمر جثث الأعداء أمامه وقد سقطوا بنيران صديقة هناك من أفتى بخطوط حمر في معارك الفساد والنزوح والعلاقة مع سوريا وهناك من يأتي ليفتح عيون اللبنانيين إلى الخط الأحمر الأمريكي من استغلال حزب الله الدولة اللبنانية بدلا عن ضائع مالي خسيره في جنوب أمريكا وإفريقيا وحدها حقوق المواطن اللبناني باتت خطا أخضر يتاح تخطيه بالنسبة لكل من سبقه في معشات الليلة الوزير السابق يوسف سلامي فتابعونا خير معنا الوزير صعاد ما سيكي أهلا وصهلا فيك يعني رح قال لك باختصار كلام ورد مبارح على لسان الرئيس سعد الحريري بيقول الزكزكات ستنتهي الإنجازات ستأتي والتسوية زواج ماروني كلام برسم رئيس الحكومة هل هو حقيقة أم مجرد وعود لرئيس حكومة يشعر أنه محاصر وما عنده إلا بث الأمل في النفوس يبدو أنه التسوية الرئيسية من فوق لم تنسحب على القاعدة أو على الأجهزة الأمنية والإدارية وكل ما دون شهدنا تسوية بين الرئيس الحريري والطيار الوطني الحر من فوق ولكن إذا منلاحظ اللي حصل من بعدها أكان بالمطار أم صراع الأجهزة الأمنية بين بعضهم وكأنه التسوية اقتصرت على تفاهم الرؤساء من فوق وما نسحبت على باقي الأجهزة اللي تبعى للأسف منقول تبعى لهم لأنه بالمفروض تكون هي أجهزة تبعى للدولة اللبنانية والدولة ما تكون تبعى لأي مسؤول هي مؤسسة بحد ذاتها لكن هذا الوقت هلأ ما قاله الشيخ صعد الحريري هو وقع أنه بالنتيجة الصراع اللي صار مؤقرا بين الوزير بسيل وطيار المستقبل أنا ولا مرة طنعت أنه قد يصل إلى نقطة اللاعودة بالزمان مخبرني صديقه الله يطول بعمره استاذ جوزيف أبو خليل نائب رئيس هزب الكتائب هاي الحديث عن برويلك من أكتر من 35 سنة بيقول أنه الطبقة السياسية عنا قوادتنا على تزكية الصراعات لتقوية العصب بين بعضها للأسف شعبنا ركيزته طائفية ومذهبية وبيساعدوا بعضهم الشباب الشيخ بير بيتصل فيه كان يكتب من حصاد الأيام بيقول له صائب بيك ضافت شعبيته طلب مني أنه تعملوا هجوم علي بالجريدة قال لي ثلاث أربعة أيام ما خلينا لا رنفلي ولا سيكار بعدين قال له مش الحال بقى هلأ شو يعني الوزير باسيل عم يخدم الرئيس الحريري وعم يخدم حاله إنه هو عم أظهر نفسه إنه هو عم بشد عصب على مواضيع يعني المجتمع المسيحي يخشاها أكان النزوح السوري أو ما شابه وشيخ سعاد الحريري بس شد العصب يا معالم وزير بيوصل لحد تخوين رئيس الحكومة هو ببروكسال يعني؟ طيب سؤال تاني يوم انتهى ورئيس الحكومة قال زواج ماروني بيننا وبينه كيف تفسر يا؟ يعني تقاطع مصالح برأيك عن يتبادلوا مصالح؟ أنا بقى تقدقى وما وصلوا هني هلأ مش معناتها إنه التسوي عيشي بصلبة على مستوى القاعدي ولكن التسوي من فوق هي متيني لأنه اتنينهم بيعرفوا إنه مصالحهم مرتبطة ما بار يعني ما بتوافي اللي بيقول إنه حزب الله عمل شيخ صلح بين اتنين هالمرة؟ حزب الله مبلا تتفرج عليهم حزب الله وهو ما أخرج خاله من الصراع لأنه هو جدة يعني هني اتنينهم ما بيقدروا يواجهوا حزب الله بيتسلوا مع بعضهم بس لما الوزير الخارجية بيطلع بيهدد بإسقاط الحكومة كان عم يحكي من عنده ولا كان عم بيحكي بلسان حدا آخر ما بعتقد الحكومة سقطت ولا وزير الخارجية إلو مصلحة يسقطها كله كان هيدا يعني الكلام ما إلو حساب بالنتيجة للأسف تعودنا على أنه لماذا اختار هذا التوقيت؟ توقيت مؤتمر بروكسل تطلع يعمل أصف على رئيس الحكومة برأيك وزير الخارجية؟ لأنه هو كمراح ولأنه في تبين بالرأي حول قصة النزوح السوري للأسف نحن في لبنان عايشين أزمي وجودية صرنا نتيجة هذه التباينات الوجود الفلسطيني المسلح نشان ما نقول غير هيك قلق تبين بالرأي بين مكونات اللبنانية ما تعلمنا اعتبرنا أنه هالشي ممكن يكون علمنا ودفعنا حقه كلنا رجع صار عندنا مليون ونصف نازح سوري وهني أكتر وأخطر من الوجود الفلسطيني يعود يكي اللي هلأ منصاروا بعدهم نصف مليون هوني مليون ونصف إجوا وزيت عم نكرر زيت التجربة اليوم بخصوص الموضوع السوري اللي دي جاك عملناه مع الفلسطينية عم نرجع نعمله اليوم هذا شيء كتير خطير هذا شيء بيطرع علامات الاستفاهم كبيرة حال إمكانية التفاهم معا على بناء دولة العدالة ودولة الخقوق لكل المواطنين بعدنا عم نستقوى عالم تستقوى بفريق على بعضها وهذا شيء بالنتيجة لا بيبني دولة ولا بيحمي وطن برأيك التسوي مش قائمة على مفهوم بناء دولة قوية تكافح الفساد دولة تستطيع بمقدراتها أن تختم شعبة مواطنية خلينا نحكم على التجربة ما فينا نحكم على النوية لحد يتعلق تجربة تجربة بتقول أنه هاي الدولة بعد ما قلعت يعني فخيمة رئيس جمهورية زيته قال حكموني بأول حكومة اللي هي بعض الانتخابات صارت الانتخابات راح ندخل بالسنة الأولى بعد الانتخابات بعد ما قلعنا ما وارف أينتين بدنا نقلع يعني على كل حال نحنا ما قلنا غير ننطر ولكن خليني راح ابقى بإطار أنت مقتنع أنه ما جرى من سجلات بين التيار الحر والتيار المستقبل في الساعات الماضية أو في الأيام الماضية هو كان مجرد تبادل مصالح لشد العصاب طب لما بيطلع الوزير بسيل بعشاء التيار بيقول لم يكن يجب أن أكون وزيرا كنت مرغما من أجل التيار والرئيس وإن شاء الله بأول فرصة بقدر أطلع كرمي الحالي ومصلحتي وموقعي يعني في نيه أنه الوزير بسيل أنا بدي أترك للشعب يحكم على هذا الكلام يعني بدنا نشكر للوزير بسيل أنه ضخوا قبل يعني وصلت الواقيحة عند المسؤولين بلبنان أنهم يقدروا يتسامحوا يحكوا إيه اللي بيردوا ويعتبروا الشعب مستعد يصدقوا أنت ما صدقتوا للوزير بسيل أنا لا أنا ما بدي أفوت بالشخصة مع حدا ولكن أنه هذا الكلام ما بعتقد أنه سهل حدا يصدقوا أنه هو ضخى ومالغريلوي تعين وزير ما كان حابب يتعين ضد حي منه نحنا كلنا بنعرف أنه في حكومات تعطلت ست أشهر قديدة من شان يجيد وزير بسيل لا هلأ صارت القصة أنه شو بدون مزير بسيل أنت لما قاموا راقب تطلع؟ خلينا نحكي بوضع البلد بعتقد أحسن أنه لشو نركز على أشخاص أو على مسؤولين معينين بوضع البلد برأيك في تسوية راكبة حكيت عنها في تبادل أدوار حكيت عنه تب الخلافات ضمن هالتسوية هي حول شو؟ أنا باتقيد من يملق القرار بلبنين هو خارج لبنين من هايك التسوية تركب الخلافات بالدلم انتهت وحتى اللي بيعملوا التسوية ما انهم نقدرين يحموها يعني اليوم اللي عم بيحصل بلبنين شي كتير كوي بالمنطقة خوالينا كمان يعني اليوم الكلام عن الفساد ومعالجة الفساد قد تكون هي اللي يزرر الرميد بالعيون لضيعوا الشعب اللي هو عن اللي عم بيحصله اللي هو أخطأ شو؟ اليوم تدعيات الخرب بسوريا من قليلي اليوم سوريا على وشك فيهم بيقولوا بعدا بلشي بسوريا وانا بدي أعتبر صارت عم تخلص بس على الكل حال تدعيات هذه الحرب يعني مناطع النفوذ بالشرق ببداية الحرب السورية مفتحت ساحة للقتل اجوا الكل ساهموا بالحرب وكان في مصلحة للكل انه ينخرتوا فيه يفوتوا وقود بهذه الحرب امريكا كانت ما عندها اشكال بهالشي هيدا اليوم وصلنا على مرحلة الختام الحصاد تثبيت مراكز القوى تغيرت المعدلة اليوم الروسي والإيراني كانوا عامل فاعل بالحرب السورية نعم التركي لوت حاله الأمريكي من بعيد طيب اذا خلصت الحرب كيف بدأت تختم وعلى اي موازين قوى اليوم ما جاء وزير خرجية امريكا الى لبنان وعلى المنطقة هو اللي هندزت موازين القوى وكل واحد ياخد حقه بالمنطقة نعم اذا مانا صدفة بتلاقي بشمال لبنان بترابلوس الروس بياخدوا امتياز بمحطة لتخزين الغاز مضبوط على بعد وهي أول مرة الروس بياخدوا امتياز بلبنان نعم على بعد أقل من عشرة كيلومتر بمطار حميت عم بينعمل قاعدة عسكرية امريكية وين هاي مطار حميت بالبطرون هاي هيدا مطار كل يوم بينزل في سلاح من امريكا للجيش اللبناني بس هاي دي قاعدة عسكرية رسمية هاي للدولة بس انه هاي قاعدة عم بيستعملوها الامريكان ويقر لجيش طيب انه بالبطرون في منطقة عسكرية امنية ويقال انه عم تتجهز لتكون قاعدة عسكرية لنفوذ امريكي ببصمة امريكية بترابلوس على بعد اقل من عشرة كيلومتر في محطة لتخزين الغاز لشركات روسية لروسية هيدا لبنان هل نحن نعرف انه سوريا هي حصة او على الاقل الساحل السوري هو حصة روسيا نعم هالامتداد الى ترابلوس بالنفوذ الروسي والوجود الامريكي الفاعل على بعض كيلومترات بالبطرون ولبنان تاريخيا معروف انه هو دولة تحت المظل الامريكي نعم هذا الشي بيتركنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول الجغرافية السياسية بلبنان هون بعضهم عم بيخبرونا عن الدولة المركزية القوية وما حدا خريص كلهم بدون يحموا متخصنين بوراق دستورية بالية ولا بحياتها قدرت كانت ضماني لحدا مثل ما كان دستور 43 ما كان ضماني للمورنة على مدى ولا مرة قدروا طبقوه ودائما كانت الأحوال بلبنان الظروف الضغطة الخارجية هي اللي بتتحكم بمصار الأمور والمصار السياسي بلبنان اليوم عم بيبكو كل واحد ماسك ورقة المعلاق من مطرح والنفوذ الروسي الأمريكي بلبنان عم بيتوزع بين منطقة لروسيا منطقة للولايات المتحدة الأمريكية هده له مدلولات كتير خطيرة على مستقبل الجغرافية السياسية بلبنان على مستقبل وحدة لبنان يعني فيه سؤالات كبيرة بتنطرح للأسف ما حدا عم بيقش عن أمور برؤية مستقبلية واضحة بعضنا عم نختلف إذا كان بيرجع النزح السوري أو ما بيرجع وبأي ظرف بيرجع وما تبرين حالنا إنه نحنا أم الصبي ونحنا قدرين نتحكم بمستقبل بلدنا اليوم أنت عم بتقول معالي الوزير السلامة أنه الصراع بسوريا نحسم لمصلحة روسية اليوم في صراع على المصلحة الأمريكية أول مرة أول مرة بشير الأمريكية هذا دليل هذا دليل هذا دليل دليل أنه اليوم الأمريكي إجا ليهندس مناطق النفوذ ليحد من النفوذ الإيراني بالمنطقة ولا يحد من ثم من النفوذ الروسي والأمريكي ما فيك تقولي هون خسر أو ربا الأمريكي يملك من اللوكس أنه حتى إذا خسر بيقدر يغير ويرجع يستثمر يعني هو قوي كفية أنه يتحمل هزيمة موقتي ويرجع يوظفها ليحولها إلى انتصار لاحق بقى من هون ما بدنا ننظر للأمور بهك يعني بنظرة غير عميئة لأنه ما يجري من حولنا وداخلنا هو تطورات كتير كبيرة عم ترسم مستقبل لبنان إلى مدى سنوات وسنوات يعني أنت خايف هون عم بتلمح إلى احتمال أنه لبنان تقسيم معين جغرافي أنا ما بدي لما أحبدي أستنتج أنه أنا عم بلاحظ لأول مرة فيه صار عم بيتثبت نفوذ روسي بجغرافيا لبنانية معينة مقابل على بعض أمطار نفوذ أمريكي هذا التقاسم يعني ببلد واحد كله 10,000 كله لا يبدون إذا ما بيحرز لقصنته ما بعرف هل منطقة شمال لبنان يعني ترابلوس ستكون تابعة للنفوذ الروسي اللي هو سيمتد حتى الحدود التركية هذا شو انعكسات هالشي على دولة بنية الدولة اللبنانية خلينا نسأل ما عنا مسؤولين على قدر هذه الأستراتيجية وهذه الأهمية عم بيعيجوا يعني بتلاقيهم عم بيختلفوا على مدير عام عم بيختلفوا على كوميسيون بقضية والأمور الكبيرة عم تتحضر بالمنطقة من لاعبين كبار ونحن غيبين عنها وعم بيلهو شعبنا ساعة بحبس مدير عام ساعة بلقط مضارف مساعد قضاء إنه عم بيعملوا محاربة الفساد اللي أنا أشك إنه رح توصل إلى شي ملموس لأنه محاربة الفساد عمرها من عمر لبنان من عمر على أيام الرئيس بشارة الخوري من عصر الاستقلال أول كتلة نيابية عملوا معارضة كمين شمعون وكمان جمبلات وخمس مواب غيرهم وأسقطوا بشارة الخوري بحجة محاربة الفساد مع فؤادي شاب اللي بين المؤسسات وكان رجل راهب متراهب ومترفع عن أي مصلحة شخصية هو اللي أطلق بعهده اسم لفروماجيست أكلة الجبن وما قدر كفحها الفساد بلبنان مقونا الفساد بلبنان هن المسؤولين عن الاحتكارات إن كان بالأدوية أم بالطرابة أم بكل أنواع الاحتكارات بلبنان قوناه إلى أن بالتسعين شرعنوا التطاول على القنون صارت عمل صاروا يلاقوا فورمول يعني بيصير سرئات كبيرة بيزيلوا الجرم بيحرقوا الوزارة ليضيعوا الشبهة ليشرعنوا الفساد يعني صار تقاومن الفساد أنا هلأ بسخري بسيطة عم بيأكدوا عم بيلهوا الشاب بقصة محاربة الفساد وإلي عم بيحصل أخطر بكتير من هيك عم بتقول أنه نحنا بخطر كيان اليوم وزيارة بومبيو هي ستؤسس إلى شو؟ شو حامل معه؟ شو جاي إلنا؟ جاي يوضح حد للنفوذ الإيراني المباشر ومن خلاله ومن بعده للنفوذ السوري هلأ هون نحنا عم ندخل زمن الاستحاقات الأساسية يعني قبل قبل هلأ كاننا عم نقول كان فيه تفاهم غربي لوضع لبنان لخصصية لبنان أنه فينا نحنا بنتفهم وضعكم أنتو بلد مكون من عدة طواقف حزب الله هو مكون أساسي من بالتركيبة اللبنانية كانوا يتفهموا وضع الدولي اللي تحاول تمشي مثل ما بيقول المثل الديب والنعجي الزوى كانوا يتفهموا أنه اضطرانا لربط النزاع مع سلاح حزب الله لأنه نحنا ما فينا نفجر البلد اليوم شو؟ اليوم كانوا جاي عم بيقول فيه أولوية فيه حد للنفوذ الإيراني بلبنان كيف بدكت حد للنفوذ الإيراني بلبنان؟ معناتها عم بياخدك على مشكل عم بيوصف لك المشكل هل لبنان إلو مصلحة يفوت بالمشكل؟ يعني مش ضروري الأمريكي يكون دايما عم بيعطيكي الوصف اللي بتفيد بلدي عم بيعطيكي الوصف اللي بتسهل مشروعه نحنا عم نقول من مطرح فيه نفوذ روسي عم بيثبت إجراء على أرض لبنانية ومن مطرح فيه وجود أمريكي عم بيقول أنا هون يعني القصة أكبر منها وعم بيقلي تفضل تفوت بمواجهة الأمريكي هلأ أنا ما بعرف من بيعقله لوزير الخارجية خلينا ننطر نشوف شو بده يقول ولكن بذات الوقت رئيس جمهوريتنا عم بيروح بالزيارة تاريخية على موسكو لا يجتمع بالرئيس بوتين لا يبحث إمكانية تخفيف خطر النزوح السوري باللبنان يعني فيه استدارات كبيرة عم تحصل أهم مع إنه قصة الفساد ضرورية ومهمة لأنه بلشنا ندخل الخطوط الحمر اللي إذا تجوزناها بيصير في إنهيار ذاتي للدولة ومنحكي فيها هلأ ولكن كمان فيه أخطار استراتيجية نحن محيطة فينا ومطلوب نكون وعيين إلا لنقدر نعمل إدارة دولية وإقليمية للأزمة اللي عم بتواجه الشعب اللبناني الحكومة الحالية قدرت تعملها الإدارة الإقليمية والدولية برأيك؟ الحكومة الله يساعدهم ما بعرف مين بدوا يعملها بالنتيجة مسئولية رئيس الحكومة ورئيس جمهورية يعني خلينا نكون يعني هو البلد محكوم من أربعة أو خمس أشخاص هن مسؤولين لأنه الأعضاء الحكومي هن ممثلين دي أربعة أو خمس آمة بالبلد منع منع حكومة مسؤولة يعني بتشارك بالقرارات المصيرية يعني فيه رئيس الجمهورية وفيه رئيس الحكومة وخلينا نقول فيه سنائي الشيعي من خلال رئيس مجلس النواب اللي هو بمثل السلطة الشرعية الشيعية كيف ممكن للبنان يتعاطى مع رسائل بومبايو يلي انت عم بتقول انه رسائل تهديدية هي بالبالواقع يعني يعني الواقع هيك مع واقع امني واقتصادي جديد عم نواجهه وما حدا صرت نكررها ثلاث مرات ما حدا عم بيخدها بعين الاعتبار واقع امني واقتصادي كيف امني واقتصادي يعني الامني على مستوى مواجهة النفوذ الايراني والواقع عم بقلك الوجود الروسي الى جانب الوجود الامريكاني داخل الاراضي اللبنانية نحن اليوم مطلوب مننا نختار الى اي جبهة سنقف الى جانب روسية ام الى جانب امريكا لا نحن لبنان كان خلاصه التاريخي اليوم الي كان ياخد موقف الحياد وما يفوت حاله بصراع الكبار هلأ اليوم انت مانك عم تقفي لا مع روسيا ولا مع امريكا بس روسيا اجت خطت ايدا هون وامريكا موجودة هون السؤال كيف رح تنتهي هالشد هالربط النزاع هيدا كيف بده ينتهي اتنين موجودين روسيا موجودة على الساحل السوري امتدت لحتى ترابلوس وامريكا موجودة على الساحل اللبناني لحد اسرائيل مزبوط هلأ اذا كانوا عم بيحطوا مواقع ويثبتوها يعني هالشيه له انعكاس على مستقبل الدولة اللبنانية ووحدتها وبنيتها يعني ممكن انه ما منعرف بدك مسؤولين يكونوا على قدر هذه المسؤولية للأسف لحد هلأ عم نشوف مسؤولين عم بيتناتشوا على صلاحيات على ورقة يعني على ورقة المعلاق والمعلاق راح من هون المسهم التناتش الدائر حول ورقة النزوح من هون ايه ها اساسية على ايام الوجود الفلسطيني وكانوا يحكوا عنه ويتعاطفوا ويخونوا كل واحد يقول انه ما بيجوز الفلسطيني يمن الفلسطيني احتل نص لبنان اللي دافعوا عن الفلسطيني هن اللي خسروا اكتر شي وتحملوا الخسارة وكانوا يقولوا نحنا ما بنقدر تفضلوا ساعدونا وانا اخشى ان يرتد هذا النزوح السوري الضاغط اليوم يعني ما راح ندفع ثمنه اه انا بيكسروان راح يرجع يرتد عليهم بالجغرافية السياسية المطلوب وعي مسبق اذا بدنا نحمي وحدة وكيين هذا البلد اللي راح نحتفل بالمئوية الاولى لوجوده بدك رجال كبار يعرفوا يواجهوا المطبات الاقليمية والدولية الخطرة ويحموا لبنان وإلا لبنان بوحدة الجغرافية مهدد والله نجينا كلامك متشائم كتير بيعكس انه ما في امل حتى انه بامكانية عكس الامور لا انا ما بدي اقطع الامال في امل بس مطلوب صحوة وطنية سريعة البداية ممكن تكون مع زيارة رئاسية الى روسيا برأيك ممكن انه هالصحوة تبلش من هونيكي شو قادرين نقدم للروس نحنا في مقابل يعني ما نطلبه بمعالجة نحنا بدنا نحاول نعمل ادارة بين الروسي والامريكي لنقدر نحمي وعدتنا واذا نحنا شلنا بحل ازمة النزوح انا اكيد انه اذا لانه من سليمي فكرة انه العالم كله متأمر على عوضة السوريين الى بلادهم شو هالخبرية هاي دي ندفعلهم مصاري بلبنان هلأ اني حريسين عليهم لو حريسين على امنهم اكتر نلزهم ما كانوا تركوهم يموتوا ويتهجروا ما هين رجعوا دعموا النظام العالم اللي حريس على وجودهم حريس عليهم نخليهم برا يعني في خلفية في نية سيئة حول عدم عودتهم الى بلادهم شو الهدف منها اغراق لبنان بمليون ونص شخص غريب لتصير وحدة لبنان مهددة مين بيقول لا ومين بيأكد انه مش هيدا المطلوب لبنان المساحة الامنة اللي هو بيشكل نموذج للحياة المشتركة بالعالم كله لبنان لبنان البلد الوحيد اللي عارف يصيغ حياة مشتركة بين كل الطواقف رغم كل الخروب والمصايب اللي اتعرض لها بقي نموذج بأوروبا ما عندهم على كل مع كل الفارق بتحس انه عم بيواجه مشاكل نحن بلبنان عايشين مع بعضنا فعلا انه عرفنا ننسج حياة مشتركة اذا هالشي ممنوع دوليا ومؤامراتيا بدون ما عم بيقدروا يخلونا نعرف نفسخ هالشي بيغرؤونا بمليون وبمليونين وبيدلوا يقولون لنا تفضلوا تتقولوا اخ بدواعي من الشريك اللبناني بدواعي من الشعب اللبناني ككل ومن كل القيادات ليتعالج هذا الملف بروح وطنية وبخلفية وطنية خارج اي استغلال على بعضنا البعض وإلا نحن نكون ماشيين على طريق خطرة هون ملف النزوح قال لما يدو نقطة أساسية بقصة الكيين اللبناني حسب ما عم بفهم منك المعالجة لإدارة الأزمة متل ما سميت انت بتبلش من هالملف هيك بفهم صح اذا نحن طالبين مساعدة الروس عم نعطي منطق وحق للي عم بيقول يا خي لاش بتكون تروح على روسية طب مروح عند الأسد هون أسهل من هون أنا عم بطلب من دولة رئيس الحكومة ومن يمثل ومن الفريق اللي كان يسمح له 14 أدار انه يطلعوا من لابة القشور أنا ما عم ببشر بالروح عند الأسد بس أنا عم بقول لازم نطلع نعرف انه نحن امام مخاطر محضقة فينا وجودية لم يستقبل بلدنا الحل اللي بيسهل روح إعادة السوريين يمكن في قرارات نحن الحكومة يتخذها خليها نخذها بلما نروح عند الأسد كل سوري بروح على سوريا نمنع ويرجع على لبنان يعني بدأ استراتيجي موحدة على طاول مجلس وزراء هذا الصراع اللي عم نشهده والشتائم المتبادلة بين الأفريقاء فريق بيحكي بلغة وفريق تاني بخونه بيحكي بغير هذا سيؤدي عم بصب بخانة اللعبة الخبيثة اللي عم تتأمر على وحدة لبنان وما نتوهم ما حدا يتوهم إنه قادر يأكل لبنان لوحده لبنان إما بيكون بلد التوازن الحقيقي لكل مكوناته أو مؤرد للزوال وبيرجع كل عمره تاريخيا شقفة من هذا اللبنان الكبير بيكون الرهان على اللبنان الكبير مرحلة ما عيشت أكثر من 100 سنة للأسف مع أنه هي سروة بشرية وإنسانية وضروري نحميها برموش اليوم برأيك تقسيم لبنان اليوم هل يفيد لا يفيد بس هو بيكون نهاية مشروع نقيد للحالة الإسرائيلية بالمنطقة إنه هو جزء مفيد لصفقة القرن إنه أكيد إذا كنا عم نخلع دولة يهودية إسرائيل ما فيها نكون فيها على حدودها دولة نقيدة بعيش فيها 17 مذهب بتقيقي وسلام كيف بتبررها يعني من هون التحدي كبير يعني على العرب وعلى العالم اللي هو حريص على ثقافة وإلا هالشي رح ينتقل على أوروبا ما قلق بلشنا نعيش أزمة حيات مشتركة وصراع طائفي بأوروبا وبالعالم كله يعني سقوط التجربة اللبنانية خطر على الإنسانية كلها العالم كله له مصلحة يحميها كيف بالأهرى نحنا كلبنانيين نحنا لي ما تعلمنا بعد من تجربة الفلسطيني اللي كلنا كلنا نتعاطف مع قضيته نهار اللي صار بده يتجاوز حقوقه على حساب الدولة التقى نص الشعب اللبناني يتعاطف معه وبعدين صار يبكي على لبنان واليوم ذات الخبرية عام مسلة ما بيجوز هشي يعني اليوم كلامك موجه إلى الطائف السنية إلى الكل حتى مش بس الطائف السنية في قصر من المسيحيين وقصر من الدروس كلهم يعني خلفية ما كان يقال أنه مكونات 14 قدار الماضية كلهم بيحكوا ذات اللغة لأنه المصدر الدعم لهم واحد بس هذا شي خطر ما بيجوز هايك لازم يسهلوا الأمور ويتوحدوا مع رئيس جمهورية بمفهوم يكونوا عمليين يرسموا خطة أنا ما أقول ولكن عدم الاتفاق على خطة لعودة النزحين ستنعكس سلبا على كل البناء وعلى وحدة البناء يعني عم تتلاقى بكلامك مع أكتر من شيها خاصة بترك الراعد يوم بهالإطار حكي بهالإطار طب أنا عم بكون صريح لأنه هذا واقع يعني إذا حدا عم بيتوهم أنه تغريق لبنان بمليون ونص سوريا بغير وجه لبنان لمصلحته بيكون واهم رح يغير بنية الدولة ككل ويحمله نهو بدقنه ويرجع يبكي مثل عادي أفضل من الأول نوعه ونقول هيدا بلد بدنا نحميه برموش عيوننا مثل ما هو وما بدنا حدا غريب مما كان يكون الغريب يعني من القاهرة قال بومبيو بأحد زياراته للعاصمة المصرية بيقول إن اعتقدت إيران أنها تملك لبنان فهي مخطئة بالأمس يقول قائد الحرس الثوري الإيراني إن كل الأراضي الإسرائيلية تحت مرمى صواريخ حزب الله بالمقارنة بين هالكلام يعني بأحد أنا بأتقد إنه أمريكا أقوى من إيران بالبنان بالعالم إنه ما فيني أنا أصدق إنه رئيس الحرس الثوري الإيراني عم بيتحدى لهالآد وهو قاهر الولايات المتعدي ما هي إيران عم بد يعني بعد قلتلك أمريكا تملك من اللوكس إنه قدرت سأتلي بده مثل الفيل إذا برمت إجربت نهيكي هلأ في بيخرى إيرانية جاي بغاز على سوريا حجزة الرئيس المصري يعني قدرت خاصرك بالدولار تخاصرك بالمال بلا حرب قدرت سقطك ما نتوهم ونقول بدنا نحارب أمريكا أو بدنا ناصي أمريكا طيب هيدا الواقع أنا ماني عم ببشر للسياسي الأمريكية بس كأنه عم بقول لواحد معه مدفع ورشاش وفارد وأنا معي سكين مطبق وأنا عم بتحدده طيب يمكن كون عقله كبير من وفضيلي بس إنه إذا قرر يبرم علي بيميني وهذا وهم اليوم بعقل الإدارة الأمريكية برأيك يعني فترة السماح قلت اللي انتهت للبناء أنا باعتقد بلشنا بلشت تخلص فترة السماح طيب مطلوب أرارات الجريئة هل أرارات الجريئة حدا بس يفسرنا شو عطول ما بنعرف هلأ بدنا ننطر بدنا ننطر ما حدا في يفسر لك هلأ الأرارات الجريئة بده يجي ويحكي مع رئيس جمهورية ورئيس الوزارة ويخبرهم بقى نشوف شو نطرنا بس أكيد فيه أرارات جريئة مطلوبة يعني إحنا كنا قدرين نتعايش مع الواقع كان فيه فترة سماح لألنا يبدو أنه هذه الفترة بدأت تضييق لأنه الاستحقيقات الأساسية بالمنطقة بلشت تقرب وتتبلور نعم يعني أنا ما أخشي أكتر أنه اليوم إذا اقتربنا أنه بسوريا انتهت المعركة العسكرية مع داعش بعد فيه عندك إدلب نشوف كيف بدو يصير التفاهم مع الأتراك نعم ما بدأ يحصل في الجزائر من انتفاضات وصراع أنا أخشى أن تنتقل الداعشية إلى بلاد المغرب وهونيك بيكون الحرب على تخوم أوروبا ويرجعوا بين الجزائر والمغرب يفجروا الوضع اللي حصل بالمشرق بسوريا وبالعراق ساعتها لأنه اللي عم بيحصل بأوروبا في ضغط اليوم حتى على الساحة الأوروبية عم نشوف بفرنسا صار عندك يومين ثابتوا أحد خطرين يعني هايدي مظاهر هالفوضى الخلاقة هايدي هالفوضى الخلاقة اللي بلشت هون بلشت تنتقل على أوروبا مين بيقول إذا نقلوا الحرب الداعشية على بلاد المغرب على الجزائر هلأ عم بيحضرولا ما هونيك النزوح من الجزائر والمغرب طبيعي وسهل على أوروبا من بوابة فرنسا ومن هيك بلشت بفرنسا أو غيرها يعني ما يحصل كبير كتير فينا تفاهم أنا وياك ونربط كل ما يجري بعملية صفقة القرن ياللي عامين حكي عنا أكيد ما هي محور أساسي بالستراتيجية اللي عم تنعمل اللي عم صفقة القرن من هون وما يجري من حولها هو اللي تثبيت مشروعيتها نحنا شو نصيبنا من صفقة القرن كلبنان مبدئية ما بديك تعرفي كيف تتعملي ما أنت جزء من هذا المشرق ما فيك أنت تفسلي حالك يعني يعني نحكى عن نصيبنا بموضوع يعني توطين الفلسطينيين هيك نحكى فيها لا ما بعرف في توطين فيه يمكن ياخدون ما هي سهلة لو بيقبلوا ياخدوا الفلسطيني يعني إذا عندك نصف مليون فلسطيني هون طيب مين قالك كندا وأستراليا بدون بشر وما هني بحاجة ما عم بياخدوا تجنيس لو في نية سليمة بيسهلولهم يروحوا بيشتغلوا بيعيشوا بكرامة بس ما في نية سليمة عم بيتركوهم عنصر ضغط ليفجروا وحدة الشعب اللبناني ما كفيوا العام الفلسطيني ما كفي فوطوا لك مليون نص سوري وما بيخلوك لا ترديون ولا بياخدون يعني وكأنه المطلوب تفجير الحياة المشتركة بلبنان ليحاولوا لبنان إلى صورة مشابه لصفقة القرن بس هون معالي الوزير يعني بتفهم لا قبل الحياة بتفهم بتحليلك بس خليني نطلق كمان من وقاءة على الأرض يعني نحنا سمعنا في خضم كل هالنار اللي لفت المنطقة بقي لبنان ساحة سلام وكان في تأكيد لبل إصرار أمريكي دولي على أنه لبنان ساحة استقرار ليش اليوم بدنا نفجر هالساحة كان ساحة استقرار لأنه كان مطلوب يكون فيه مساحة آمنة لإدارة المعركة ببلاد المشرق بس يحة أمني للدول الكبرى بس إذا خلصت المعركة هونيك بدهم يعطوا النتيجة بدك أنت تبصم على الحل المقترح طيب نحنا الحل المقترح بسوريا نحنا فينا نكون يعني نفجروا إذا رفضهم ما فيكي تفجري هلأ بدنا نشوف كيف بدنا ترتسم الحالة بسوريا بعد ما لنا عارفين فيه صراع هل سوريا ستعود دولة مركزية مثل مكان حتى فيه شكوك فيها فيه مناطق نفوذ إيرانية فيه صراع إيراني روسي حتى فيه داخل الطايف العلوية ذاتها فيه عندك فريق عم بيتدرب مع الروس وفريق متعاطف مع الإيرانيين يعني شرزمت الشعب السوري شرزمت القوى بسوريا موجودة مثل ما موجود عندك هون يعني الكل عم يشتغل على بازل جديد ماش معروف كيف رح يركب هالبازل بس إنه ما فيها تكون عم تركب بسوريا بلون معين وإنتي تكوني نقيد للمشروع هيدا يعني كله بده يلحق بعضه من هيك نحنا بقلب بقلب عنق الزجاج وعم نخسر إذا ما رح نعرف نتفهم على خطوط قريدة تحمي وحدتنا وتحمي بلدنا بالمواضيع الحساسة منكون عم ندخل حالنا بقلب مشروع أكبر منا ويصير مصيرنا مرتبط بقرارات دولية كبيرة ما قلنا نحنا أي تأثير فيها إذا بدي حدد أنا بياك المسؤوليات اليوم لحتى نواجه هالمشروع اللي حضرتك عم تحكي عنه شو المطلوب اليوم من الحكومة غير قصة خطة النزوح مطلوب خطة تاني شي مطلوب كتير شو؟ تواجه خطة النزوح نعم تواجه مكافحة اللي نسينا ما إجينا وقت نحكي عنه مكافحة الفساد بجدية لمنع الانهيار المالي والاقتصادي كيف بدنا نكافح الفساد اليوم اللي عم بيصير أنت ما بتآمن فيه أنه يكافح الفساد جديا هذه الطبقة السياسية للأسف ما هي كانت أهدم وتسببت هذا الفساد هلأ ممكن صحوة ضميرية جديدة لأنه وصلنا على مطرح فيه ثلاث عناوين منكون عم نساهم بإسقاط الدول أعدد لي هني أول شي نظام الحماية الاجتماعية صحة ضمان الاجتماعي ضمان الشيخوخة نظام التقاعد هوا مش بس خدماتهم عم بتصير متردية ديموم متبقاءهم واستمراريتهم صارت مطروحة إذا كملنا بهذه الوتيرة وتخيلي أنه يجي وقت ما يعيد الدولة أصلا مصريات التقاعد طبع الضمان راحوا مكسورة هلأ كل ما بدهم يدفعوا التقاعد عم بيسيخ يدينوا يعني الشعب اللي دفعوا ضريبة ليحمي تقاعدوا سرقوه يعني سرفوهن بغير محله من شيء ما نقول سرقوهن إذا خيلي نوصل لمرحلة يجي وقت بده يخط تعويده أو معيش وتقاعد يقول أنه ما بقى فيه يعني سقوط هذه الحماية هذا النظام يؤدي إلى سقوط الدولة ككل نا طيب عندك أزمة الكهرباء هي مؤشر أساسي لوقف التدهور الاقتصادي نا لحد هلأ يعني سوريا إلى ثماني سنين بالحرب بعدها قدرت بيانا كهرباء نحن لحد هلأ كل سنة بنخسر مليارين دولار وما عم نعرف نوقف في المسرين إذا ما بينعمل إصلاحات جزرية وبينعمل علاج جدة ونطلع ما بدي حيكم الماضي بس بدي وقف السرقة هلأ كمان منكون عم نعرض حالنا أنه للسقوط الكبير تالت شي عندك معالجة جزرية للأزمة البيئية باللبنان لأنه من أجل الحد من الأثار السلبية على صحة المواطن يعني مياه مبتزلة نفيات كسارات العالم عم تهرب ما بقى فيها تعيش يعني عندك ثلاث عنوين كبيرة وهي مصدر للفساد يعني اليوم البيئة مصدر للسرقة عم بيسرقوا بالنفيات عم بيسرقوا بالكسارات يعني عم بيكون فيه أموال غير شرعية عم بيجنوها القيمين على هذه المؤسسات ما فينا نكمل هيك بقى من هون مشروع مكافحة الفساد صار حاجة وجودية مش بس حاجة اقتصرية واجتماعية صار حاجة وجودية نعم هلا إذا كان القيمين ما رح يكونوا جديين بهالمعالج هاي بيكونوا هني متأمرين على وجود هذه الدولة ودايمومتا متل ما تأمروا يعني ما بتكون القصة قصة عجز أو قلة إدراك أو قلة تفهم إن وصلنا لهون نتيجة فقر بالرؤية منكون وصلنا لهون نتيجة تعامل مع خارج ما أراد نهاية هذا الوجود وهذا الكيان والكل متأمر لتصفية هذه الدولة وأنا بتحمل مسؤولية كلمة على الهواء يعني إما غباء إما تأمر بس بالحالتان ما قلوا مصلح الشباب لا يكونوا أغبية ولا متأمرين يفضلوا أدموا لنا خلول سريعة ونحنا مستقدين نسمحوا يوسف سلامي يلي ويكب الحكومة قبل وبعد انطلقتها عندك إيمان أنه رح تقدر تغير عجلة السلبية يلي بلشت فيها الحكومة أنا ما بدي أكون سلبي بتفكيري بدي دلني أترك أمل ولو ضئيل لهالحكومة لأنه إلي مصلحة كمواطن لبنيني أنه ما أوصل على حفة أكل حال بكرة على كل حال ملفت الكهرباء رح نبلي رح نشوف رح نشوف وإن الغداء لنظريه قد طريب لحون تصل حلقتنا الليلي مع معالي الوزير السادق يوسف سلامي شكرا جزيلا لحضورك شكرا مع أنه اليوم كانت أجوائك هيكي شوي بتغبب على القلب إذا فيني أقول لا مش هيدا أصلي بس هيدا الواقع هيدا الواقع وقع مرير للأسف شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة الليلة من ماشات المساء لكم أطيب تحيات فريق العمل المؤلف من كارول كرام الزميل المخرج بيار جامو وريدت أسعى تصبحوا على خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة